نروح للخبر اللي بعد كده المحلي او الابرز محليا في هذه الاسناء او اليومين اللي احنا فيهم دلوقتي مصر بتنظم البطولة العربية للسباحة بالزعلف والحقيقة مصر مشي فيها بشكل جيد طب البطولة بتتلاقي فين في شرم الشيخ طب ليه في الوقت ده لان ده افضل وقت في شرم الشيخ دخلة الشتاء بيبقى الجو جيد بتبقى الرياح منتظمة هناك فبيسمح بيقى السباحة الاود دور او سباحة البحار سيطرة مصرية على مداليات اليوم الاول من البطولة العربية للسباحة بالزعلف ده عنوان خبرنا منتخبنا الوطن الاول للسباحة بالزعلف سيطر على مداليات اليوم الاول من البطولة العربية اللي بتتلاقي في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 حد 6 نوفمبر اللي احنا فيها البطولة بتتلاقي بتحت رعاية اللي وقاء خالد فودا محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبح وزير الشباب الرياضة وبتنظيم من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة كابتن سامح الشازلي مصر ادرت في اليوم الاول من البطولة العربية انها اتحقق 15 ميدالية بواقع 8 دهب و 6 فضة و 1 برونز وجات وراءنا الاردن في المركز الثاني برصيد 5 دهب 5 ميداليات جم 1 فضة و 4 برونز اما تونس فجات في المركز الثاني برصيد ميدالية 1 فضة والجزائر جات في المركز الرابع برصيد ميداليتين برونز البطولة العربية بيشارك فيها 7 دول اللي هم الجزائر وليبيا وتونس والكويت والامارات والاردن بالاضافة الى مصر البلد المضيف كل تنفيق لمنتخبنا لا يكاد يمر يوم اسبوع اسبوعين الا ما بتلاقي مصر بتحتضن احد البطولات الكبرى اقليميا او قريا او عالميا اقليميا عربيا مثلا او قريا افريقيا وعالميا زي بطولات عالم فالنهاردة مصر تمتلك من البنية التحتية الرياضية ما يؤهلها انها تستضيف كبرى البطولات العالمية مش كده بس انت عندك كوادر كمان النهاردة تقدر تنظم ده سواء تنظيميا سواء فنيا الافضل الحقيقة كاتحاد من وجهة نظر الاتحاد او الجهة او الهيئة اللي بتستطيع تستضيف بطولة كبيرة زي دي او بطولات كبيرة زي دي وتنافس الحقيقة او تنجح تنظيميا وفنيا وتنافس على البطولة دي بشكل كبير لازم استفاد من هذه البطولات بشقيها الشق الاول التنظيمي والشق الثاني هو الفني طبعا يعني ده هو الاستفادة العظمى او الكبرى ونجح في ده كتير جدا اتحادات خلينا نذكرها يعني على سبيل الذكرى وليس الحص الخماسي مثلا نجح جدا بشكل كبير انه البطولات اللي بيستضيفها في مصر بيساعدوا في التأهل والرنك العالمي بتاعه هنشوف اتحاد زي السلاح الرماية اتحادات زي دي استفادت بشكل كبير جدا من استضافة مصر هذه البطولات الجنباز يعني في اتحادات كثيرة استطعت انها تستفاد من هذه البنية التحتية وانها تخش بقوة نافس ما في البطولات الكبيرة دي وبالتالي بتنعكس على رنكك العالمي وعلى انجازاتك على المستوى العالمي وهو ده الحقيقة الهدف منتخبات مصر يعني في الاول والاخر اسم مصر على التشيرت اللي ورده او على قميص منتخب مصر هو الاسمة وبتلاقي حقيقة يعني احنا كمصريين لما منتخب مصر بيلعب بننسى انتمائتنا كلنا ومنقف على منتخب مصر وقف اي لعبة سدوني اللي بيحصل في الكرة بيحصل بسكيل زغير طبعا فرق الجماهرية الكبير للكرة ولكن انا بتكلم على مستوى الالعاب الاخرى نفس الروح بنفس اللمة بنفس الدعم لمنتخباتنا بيحصل زي ما بيحصل من منتخب مصر الكبير لما بلاقي كل الاهوة الممتلئة وكل طبعا شاشات التلفزيون الناس قاعدوا قدامها في البيوت بتشجع منتخب مصر نفس الوضع بيحصل في الالعاب الاخرى وده دورنا احنا هنا بمنامج الابطال ان احنا نبرز ذلك ترجمة نانسي قنقر